لما نشوف بقى الشتة وحلوياتها ديت عايزة مننا ايه النهاردة بقى هنعمل القرس المسكرة المع السلة ديت فاقل من دقيقة طعمها حلوة جدا وسهلة وسريعة وكمان كل الكمية ديت من 4 كبايات دي هتاكل وتتدلعي انت والعيال بقى للامكانية تعالي نسمي الله ونصلى على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام وحطي اللايك بتاعي معايا كباية من المياة الدفية عليها معلقتين من السكر ومعلاقة كبيرة من الخميرة ورشة ملح كده على الدقيق اللي هو يعتبر 4 كبايات بمعدل نص كيلو من الدقيق قلبت طبعا رشة الملح على الدقيق وبدأت اللي انا قلب السوايل دي مع بعضيها لحد ما السكر دب معي وبعد كده نزلت بربع كباية بس من الزيت وقلبت كله مع بعض هنزل بالدقيق تدريجيا كده كباية كباية لحد ما العجينة بتاعتي تلمي معي صليتي على الرسول طب يلا صلي على الرسول في الكومنتات وما تنسيش تعملي متابعة للصفحة وتقولي لي بتتفرج علي منين يا ست الكل هنزل بقى بتديه تدريجيا كده لحد ما المضرب يقولي كفاية يا هبة استعملي ايديكي بعد كده هتلاقي العجينة بتبدأ تتقل معاك فتعجيني بقى بيديكي 4 كبايات دي مزبوطين بالملي ممكن تزودي نقطة مية او تزودي كده رشة من الدقيق بس لو دي بتاعك مزبوط يبقى مش هتزودي اي حاجة خالص في الوقت دوت بقى بدأت بقى اللي انا اعجينها كويس جدا مطلوب منك اللي انت تعجينيها قدي 3 ا4 دقيق كده مش تاخد منك وقت خالص ان شاء الله اول ما ديت لما معاكي يبقى كده تمام قوي بقت معانا زي الفل عايزة اقولك القرص دي تعمها حلو جدا وسهلة وسريعة وكل الولاد بيحبوها وتنفع كمان في اللانش بوكس حاجة كده مسكرة كده تعمها حلو قوي انا هنا زودت معلقة واحدة من الميا بس الاول جربي بس الاول المقدر اللي بقولك عليه وممكن ما تزوديش العجينة خلصت عجنت معايا وبقت بالشكل دوت كده ورشت زيت من تحت ورشت زيت من فوق كده على العجينة وغطيها بكس بلاستيك واسيبها تخمر قد نص ساعة مش هتاخد اكتر من نص ساعة عندك في المطبخ وانت وقفة بتعملي الاكل بعد بقى ما خمرت معايا بقت بالجمال والحلوة ديك كده بسم الله ما شاء الله هاخدها بقى ويلا بقى نشكلها مع بعض مش هنعجن فيها تاني احنا هنخرج بس الهواء اللي فيها وبعد كده نقسمها هنقسمها لكرات صغيرة كده الكرة حوالي 40 جرام حلوة قوي عايزك كبريها شوية براحتك بس هي 40 حلوة قوي بسم الله ما شاء الله هيطلعوا معاك 16 كتعة وممكن تقليليها كمان تقليليها 25 جرام ممكن يطلعوا معاك فوق العشرين كتعة لو عملتها 20 جرام هخلص الكمية كلها طبعا انا عملتها بالميزان انت هتعمليها قد الليمونية الكبيرة شوي انا عملتها بالميزان عشان كله يطلع شكله بعض وحجمه بعض بعد ما قفلتهم كده زي ما انت شفتي هبدأ اللي انا اقوره مع الرخامة وارح رصوه عشان نحضر مع بعض الحشوة وكمان نحضر الوش اللي هيتحط فوق الوش هقولك على تطبيق حلو جدا احنا هنعملها السكر والقرفة اديه علشان خاطر يمتص بس السكر وما يضبش منك جوه العجينة يبقى السكر كده سايح بس مش منزل مية على الصوج والقرسة كده طعمها مش حلو بعد كده خدت معايا حوالي نص كباية من السمسم عليها ثلاث معالق من السكر ومعايا طبق كده في شوية مية وممكن تستبدل المية دي باللبن اللي هو الحليب يعني بس المية شغالة معينا يعني مش هتقولك لأ بتحطي بقى كده حوالي نص معلقة صغيرة جوه القرسة وبتبدأ اللي انت تقفليها زي القطيف وبعد كده بتقفليها بقجة بتحطيها في المية وتطلعيها من المية على السمسم اللي عليه السكر وبتحطيها في الزاق مدهون كده دهنة بسيطة من الزيت اظن الموضوع سهل جدا وبسيط طبعا لو عايز اتعلل كيما الغذائية بتاعت القرس ممكن في البداية خالص بدل كباية المية اللي احنا عجلنا بيها تبقى كباية حليب او كباية حليب كباية لربع حليب ومع لقتين زبادي او كباية من اللبن الرايب على حسب المتوفر عندك هخلص بقى الكمية كلها وارهيلك بسم الله ما شاء الله طلعوا معي الكمية ديت وفي صانية تانية بتبططيها كده حاجة بسيطة قوي يعني لو مش حبة كمان تبططيها سيبيها زي ما هي طبعا هتدخل على فرن سخن ومستحب تدخلي المغبوزات على فرن سخن عشان ما تعدمش معايك على الرف الوسطاني على درجة حرارة متين وقابليها الفرن بيكون سخن قابليها بعشر دقيق ما بتاخدش وقت خالص اقل من ربع ساعة وهتلاقيها بسم الله ما شاء الله استويته زي العسر عايزها مقرمشة كده وتبقى الوش بتاحها مقرمش سيبيها تتهوى في المطبخ عايزها تبقى طرية كده معايك رش على وشها شوية مية وغطيها بفوتها هتطلع زي العسر طعم حلو قوي ما تنسيش اللايك سيطرع زي العسر طعمح